السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعين الأعزاء إذن في حلقة اليوم ستكلموا على مونة السابر وبنت هالمسخوطة بالطبع اللي بأي وجه كان بغتدخل هالحبس الدرية مشارج يا خوتي ومشارج يا بلان من عند مولات الغربال اللي حال في انتهية يصيفطوها بعمت على الحبس باش تقول الخيخي ديالها تمرتك اللولة رجعت محابسية بحالنا بحالها لكن اليوم كانت المفاجأة إخواني أخواتي اللي فرعت لهم طرح واللي عمت لهم العينين أنهم مونة السابر إن شاء الله وبإذن الله ما غدخلش الحبس هيئة الدفاع ديالها طلبوا من المحكمة باش يتم تأدية المبلغ وما دخلش مونة السابر للحبس والحمد لله أنه المحكمة قبلات الطالب واعطوها موه لدي الشهر باش تأدي هاد المبلغ اللي طالبها بانتهى منها واللي هي أصلا ضد ما ترجع لي هالفلوس كتقول باللي ما بغتش تعويض مادي وباغمها تربع اي يا اخوتي البروشة ارجعت باغم تربمها لكن اخوتي ماشي هي اللي كتدوي هي غير كاسيطة وكيشارجيوها وهي كتنفد راه كل شي من هذي اللي فرتكت ليهم المجمع اللي دخلت بيناتهم بحل بارود وشتت ليهم اللي غادي واللي جاي كل شي تشتت تفرتك ليهم المجمع حالة المسخوطة طالبة من امه ميات مليون ميات مليون ديال السنتيم مع العلم ان مونة السابير ما صرفاتش اخواني اخوتي هاد المبلغ كله ومن بين المطالب ديال حالة التورك المسخوطة هو ان امه تمشي للحبس وما بغتش فلوسها بغت صيفة اممتها للحبس كي جاتكم اخوتي هادي كي جاتكم اخوتي هاد البنت اللي مصممة ان امه تمشي للحبس عكس ان اخواني اخوتي الخاليجيين تضامنوا مع مونة السابير وكل شي بغي يعونها ويخلص ليها هاد المبلغ حتى من مريم حيسين كتقول بان انا بغيت نخلص ليها انا و الام ديالي هاد المبلغ هذا يعني كتشوفي بنتك كبتك اللي ولتيها وتعدبتي عليها وبيتي وصارتي وكبرتي صارتي اليالي في الاخير تشوفي بنتك بغت صيفتك للحبس يعني عيني عينيك تشهد فيها قدام القاضين وقفونا ويا تقول لك انا بغيت نصيفة على الحبس ما بغتش فلوسي انا بغت نصيفة امي الحبس عكس انه الخاليجيين تضامنوا مع مونة السابير وكل شي بغي يعون اخواني اخوتي ويخلص ليها هاد المبلغ فكل شي في الخاليج حاطين الام في مرتبة عالية الا الوالدين ما يبغيوش يديو منهم شي شوكا كيكونوا حريصين على هاد القاضية عكس هاد البنت اللي رجعت من اسخط البشار على الام ديالا مسخوطة مقطرة والحد الساعة ما شفناش مونة السابير لا سبت بنتها ولا عيرت بنتها ولا لمتها فبالعكس كتقول ليها دائما شكرا ليك يا حلاع للهدية اللي اعطيتيني بمناسبة تعيد الام والله يهديك عكس انه الشعب الخاليجي صاخط على حالة مسخوطة وكل شي كيوجه الاصابع لمولات الغربال مولات الغربال هي مولات هاد الروينة هاد كاملة اللي طرات في هاد العائلة هاد فرتكات اليوم المجمع الجو قاد يالو مش تتاتا بحالة اللي احتيع اليوم شي قرطاصة او تفرقعوا كاملين اللي هي السبب في هاد شي كله واللي حتى هي عندها البنات واللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها اللي في الدنيا يطلب السلام اخوتي خارجها هي وقتها كي يحتافلوا بالحكم الاستئنافي اللي تم تأييد الحكم فيه على مونة السابير وانا شاطوا فرحانين بالتخرج ديال خريجة سجن الوداية وضربوا عصفورين بحجارة فكنشوفوا ان هناك امر غريب اخواني اخوتي انه حالة تبغي تدخل من هالسجن ومع العلم انه كيكون اقرب الناس ليك كتكون هي الام ديالك لكن هلا يسلط علينا وعليكم شر الخلق والمشعودين اخوتي فخرج اخوتي واحد الولد في سن ابنت مونة السابير المسخوطة المسخوطة اخوتي اللي هو مسكني يوتوبرز معروف في الخاليج من المؤثرين على المجتمع الخاليجي خرج نسيكين كيبكي بالدموع على مونة السابير وكيقول لها كل طروتي غنهدي هاليك باش تحلي مشاكلك لان الفلوس مراك يحضروا مراك يغيبوا وإلا الام انا عارف مزيان ما هي معنى كلمة الام ومستحيل نشوفك التعدبي ومهددة بسيجن ومنعونكش هذا اخوتي غير والطغير في نفس عمر المسخوطة العاقة حالة الترك اللي ما عقلتش علامها واللي مونة السابير المسيكينة بغت تخلص لها المبلغ وخامة صرفاتش داك المبلغ كامل بغت طلبوا من عند الموحسينين وتخلصوا المصيبين لولدات من كرشها اللي ما عمرها غتشوف الربح ولا النار البيض يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك يعني بكل بساطة هذا الشي مكدير فيه حالة المسخوطة غيخدم عليها حياتها كلها وكيف ما دارت الموها غيديروه لها ولاده وربي غيزقها بشي موصيبا اللي عمرها غتلقى لها الشي مخرج وحسبي الله ونعمة الوكيل في اللي كان حيلة وسبب كان شوفوا الراجل عمك ووصف المغرب حدا مرته الثانية ما مصوقش المرته الأولى وبنته اللي مسخيطة يعني شنو ممكن فكاتبقى هادك أم ولادك وكاتربي لك والدك وهي اللي حاضن عليه وهي اللي مقابله ما قلش لك راسك السيخيخي انه مرتك مني غد دخول الحبس ولدك غيبقى متشريد ولا صافي دو كل ولاد نسيتهم ومسمحتي فيهم عندك غير ولاد أخرين وعندك غادي كل مرهة أخرى يعني صافي سالينات هنين الله على راحة هادشي اللي كاتدير فيه ستساءل عليه إن شاء الله أمام الله لأنه هادشي اللي كاتدير فيه وهاد سكوت اللي ساكت وفرحان على أنه مرتك الأولى أم ولادك أم الأبناء ديالك غدى للحبس والبنت ديالك اللي في دياس شغل كامل واللي انت ورس المدبير انت والزوجة ديالك مولاة الغربال انت ومولاة الغربال انت ومالي مسيطرين على البنت وباقيين تصيفتم ونستبير للحبس لماذا؟ لأنها ضربت لكم طر في الخليج ضربت لكم أحسن قالب وأحسن شوها في الخليج وكل شي الخليجيين عارفوا بأنه الزوجة ديالك مولاة الغربال متامة ومحكومة بسانة سيجن النافيدا على حساب كتدير فيه الابتزاز وتدير فيه تشهير وتدير فيه السب والقد في الناس وتتحط صور وفيديوهات فاضحة لمشاعر وكتحاول أنها تشوها فنانين تشوه الناس اللي وما معروفين في السوشيال ميديا يعني هذا شي كامل مرتكت شوات في الخليج وانتو مادل كامل كديروه الخدمة والأغاني والتخربية كامل كديروه على حساب الخليج يعني الانتقام ديالكم الواحد هو أنه حاله تدخل مول الحبس على جال الفلوس يعني ما مخصوصينش ولكن ذلك المرة بغينا ندخلوها للحبس لكن ربي كبير ولله الحمد الحمد لله كنشوف أنه هيئة الدفاع طالبت من المحكامة أنه يعطيهم مولة باش يتسدد مونسابي ذاك المبلغ اللي عليها ديال 100 مليون سنتيم لكن المحكامة الحمد لله قبلات وعطاتهم المولة ديالشهر وغيتم تسديد المبلغ ونرى الكثير من المشاير وفنانين بغينا نقومون السابر وإن شاء الله سوف يحلها مولانا إخواني أخوتي الأم إخواني أخوتي عم ربي ما يخيبها الحمد لله ستكون إنسانة طيبة وكتخاف من الله اخوتي المغربة لايكوا على الفيديو وبرتاجيه